من على التلة المطلة على بلدتهم يراقبون ويترقبون عن بعد لا يتغير المشهد كثيراً طائرات في الأجواء، دخان هنا وهناك على الأرض وأصوات انفجارات ورصص إلا أنهم يدركون كما يدرك كثيرون أن قصة بلدتهم تزداد تعقيداً وأن خيوطها تزداد تشابكاً يوماً بعد يوم خمسة أسابيع من المعارك شرعت كوبانيا عين العرب ساحة لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة إعلامياً تنشر داعش صوراً لمسلحيها من داخل البلدة قالت إنها لتكذيب وسائل الإعلام والتأكيد على عدم انسحابهم في الجهة المقابلة ينشر المقاتلون الأكراد صوراً أيضاً تؤكد كما يقولون صمودهم وتقدمهم داخل البلدة بين الاثنين يبدو جلياً إصرار كل طرف على كسب المعركة وعدم التراجع في استراتيجية تبدو غير مألوفة في قاموس داعش فمعركة كوبانيا عين العرب أطول مواجهة يخوضها التنظيم في مكان واحد دون أن يعدل من تحركاته أو يتراجع لماذا؟ سؤال يطرحه كثيرون في استفسار حول خفايا وحقيقة جبهة كوبانيا عين العرب طول أمد المعركة خلط أوراقها إلى درجتين لم يكن ليتخيلها كثيرون قبل أشهر معدودة فعلى وقعها القضية الكردية تزيح عنوان الحرب والأزمة السورية وتحل مكانها عنواناً رئيسياً في نشرات الأخبار كوباني تزيح عنوين المنطقة بالمجمل وتحل مكانها عنواناً للحرب الدولية المعلنة ضد الإرهاب قائدة التحالف الولايات المتحدة وعلى الرغم من زخم حملات التسويق لدرباتها العسكرية تضطر للاعتراف بأخطاء من قائمة المحرمات خطأ وضع سلاحاً أمريكياً في متناول يد داعش أمر يؤكده هذا الشريط المصور الذي نشره التنظيم معلناً استلاءه على جزء من الأسلحة التي ألقتها الطائرات الأمريكية دعماً للمقاتلين الأكراد واشنطن تختصر ردها على هذا الشريط وتكتفي بالأقرار بضياع عدد من شحناتها التسليحية للأكراد سؤالاً قد يطرح البعض هنا ماذا لو تكتم التنظيم على الخبر؟ هل كانت لتعترف واشنطن بما وصفته بضياع الشحنة؟ وكيف كان ليكون رد فعل الجارة التركية والتي كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من رفضها لأي تسليح كردي في المنطقة تحذير تضطر أنقر لطي صفحته ولو مؤقتاً وافق حزب الاتحاد الديمقراطي على إرسال 200 مقاتل من البشمرقة إلى عين العرب لكن معلومات الأخيرة تفيد بأنه تم خفض العدد إلى 150 مع العلم أنه لا مانع لدينا من عبورهم عبر الأراضي التركية موافقة تركية حظية بثناء أمريكي واشنطن قالت أن موقف أردوغان هذا مساهمة هامة في جهود دعم التحالف إشادة أمريكية لم تخفف من وطأة القنبلة الإعلامية التي فجرتها تصريحات أردوغان الرجل حاول فعل ذلك مشدداً في تصريحاته على تمسك بلاده بموقفها من حزب العمال الكردستاني الإرهابي من وجهة نظرها ومن انتقادها لقرار واشنطن بتسليح المقاتلين الأكراد الخاطئ من وجهة نظرها وهنا يصح ربما استذكار المثل الشعبي مصائب قوم عند قوم فوائد فالأوراق المختلطة لأطراف الصراع هنا تعيد ترتيب أوراق كردية من جهة أخرى في العراق وتحت قبة البرلمان الكردستاني توافق بين أجنحة الأحزاب الكردية العراقية والسورية بدأ كما أعلن بالاتفاق على إرسال مقاتلي البشمرقة للدفاع عن كوبانيا عين العرب في بنود تتسع بعدها لتشمل اتفاقاً على تشكيل هيئة كردية لإدارة المناطق السورية ذات الأغلبية الكردية على أن تشرف هذه الهيئة لاحقاً على إجراء انتخابات للمجالس المحلية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بنوداً تبقى دون إطار زمني إلا أنها تبدو خطوة على طريق حلم الاستقلال دمشق العاصمة المعنية الأخرى بكل ما يجري تعلن عن بعد عن دعمها لمقاتلي كوبانيا عين العرب لوقف الصراع بأسرع وقت ممكن هذا انتوقف